اشتركوا في القناة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض مخطط المشروعات المستقبلية للمزارع السمكية بالتعاون مع الخبرة الأجنبية وقد اطلع السيد الرئيس على جهود الجهات المعنية لتنويع التكنولوجيا المستخدمة في قطاع المزارع السمكية بالاشتراك مع أرقى الخبرات الأجنبية بهدف زيادة الإنتاج وتنوعه وتلبية الاحتياج المحلي وقد وجه السيد الرئيس باستكمال كافة أركان الدراسات الهادفة إلى تطبيق تقنية متنوعة وحديثة في الاستزراع السمكي وذلك بهدف ضمان عوامل النجاح وتحقيق النتائج المرجوة للمشروعات المخططة لها بزيادة الإنتاج وامتلاك القدرة لدعم المسار الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي وذلك بالتكامل مع المشروعات القائمة ذات الإنتاج والعائد المتميز من المزارع السمكية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام الاجتماع تناول استعراض استراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام وقد وجه السيد الرئيس بالعمل المستمر من أجل مواكبة التطور التكنولوجي المتنامي في مجال الإعلام والارتقاء بآليات التواصل مع جميع فئة المجتمع بهدف إتاحة المعرفة والمعلومات الصحيحة والدقيقات من المصادر الموثوقة الأمر الذي يعزز من الوعي المجتمعي ويدعم الحفاظ على الهوية المصرية وقد عرض السيد أسامة هيكل أبرز محاور استراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام والتي تهدف إلى ترسيخ الالتزام بمبادئ وقيم العمل الإعلامي وضمان التحلي بالمصداقية والشفافية في عمل وسائل الإعلام المختلفة فضلا عن تعزيز الاهتمام بالتربية الفكرية والإعلامية للأجيال الجديدة إضافة إلى تطوير نظم التدريب للكوادر الإعلامية وزيادة القدرات المؤسسية لوسائل الإعلام المختلفة في التعامل مع الأحداث المحلية والدولية كما استعرض السيد وزير الدولة للإعلام رؤية الوزارة تجاه رقمنة الإعلام المصرية وفق أحدث النظم التكنولوجية وذلك بهدف صياغة منظمة إعلامية متطورة قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من الجمهور والاستفادة من المحتوى الإعلامي والثقافي المصري الثري كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير ألف قرية على مستوى الجمهورية حيث اطلع سيادته على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها والتي تشمل خمسين مركزا موزعا على مختلف محافظات الجمهورية وقد وجه سيادته بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير القادم 2021 وباشتراك كافة الأجهزة الحكومية المعنية اشتركوا في القناة